أنتم في القبة طرابلس وهذا ما تحول إليه هذا الدرج الذي يسلك يومياً مئات التلامذة والمواطنين رسوم على الجدران وألوان زينت المنطقة في مبادرة من فريق وان فويس لتحويل 15 درجاً في القبة وفي باب التبين وجبل محسن إلى ما سموه أدرج السلام كانوا بوقت من الواطنين أدرج السلام ونحن ولاد طرابلس نعرف أنه كانوا بيانوا هذا الشيء فحباناً رجالهم صورتهم أو وجهم حقيقة كيف لازم يكونوا كيف لازم يبقوا شباب من المنطقة تطوعوا للمشاركة في الطلاء والرسم مثل ما يكشف المنطقة فائرة وما فيها شيها يعني كله مكسر كله متدمر شباب شايف هالأطفال الوضع يعني مزرع فقالنا خلي بنبسطن شوي بهالمشروع بنبسطن شوي بهالالوان الفتحة الزهية الأخضر طي ضوي الشمس مشان يعطي كمان كتير أنه كمان أكله الماي اللي نازلي يعني هلا صار أنه بتنزلي بحسي أنه في شي عم بيوحي بالطبيعة في شي هيك صافي وتسعى المبادرة أيضاً إلى تنمية مواهب الشباب عبر ورش عمل أسبوعية حول الرسم وأنواع مختلفة من الفن ليتمكن الشباب من التعبير عن مواهبهم على هذه الأدراج كل واحد مدرس ومتعلم ولا شغلة ولا عملة بس أنه لأمتن لحن دننا هاك هالمعارك هايدي بيت الحريري وبيت عيد ويفوتونا بهالمعارك هايدي نحن متمنى بس أنه يهتموا بهالشباب هايدي وبعد الانتهاء من طلاء كل درج ستكون هناك أنشطة فنية وترفيهية على الدرج لأهالي هذه المنطقة التي لا طالما حيدت عن خريطة طرابلس الإنمائية أدراج السلام ألوان تحاول أن تطفي الحياة على منطقة اتسمت بالنزاعات والموت علها تكون فعلا أدراج السلام من الإبّة دلال معود البي سي آي